السلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع الهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالكحة أولاء السعال اللي عند أغلبية دي الأشخاص في هادلوقيته دي البرد في هادلوقيته دي الشتاء اللي تبارك الله عندنا الحمد لله كاملين اللي يدخلها علينا بصحيحة ولهنا وبأشياء اللي هي ان شاء الله زوينا للجميع ففرحنا بها بزاف وكما سنعرفوا الهد الفترة هادي من دي البرد وشتاء دي ما تكون فينا السعال كي تكون فينا الكحاك يكون فينا لديك الحرق الحرق هنا في الحنجرة دينا تكون عدنا بزاف دي المشاكل السعال أيضا يعني بزاف دي الأمور فليوم إن شاء الله غادي نتخلصوا منه بواسطة واحد الخضرة زوينا بزافودي دي ما تنقول لكم راه الفواكه دينا الحمد لله والخضر دينا سواء الخضرة في حدثها وفاكه في حدثها ولحتى دوك القشور ديو لهم ما نرميوهم شنساف دومنهم في عدة وصفة طبيعية راه مزوينين بزاف وليوما عندنا هاد الخضرات ديالجازر أولا خيزو احنا تنقولوا له خيزو ما يعرف بي الجازر أيضا اليوما غنستخدم معاكم خيزو للجازر لعلاج الكحة وليعلاج السعر وصفة زوينا زوينا إن شاء الله إنفو غتجر بيها غادي تعجبك واتنال الردة ديالك أنا مسأكدة مليون في المية إن شاء الله إنفو غادي تعجبك مليون في المية غير استخدميها وقل لي فتا عليك كيف اجتك قبل ما نمشون تعرفو على اللي ديالي الوصفة كما المعتاد وكيف العذا نبغي حبيبتي بعدا نرحب بيكم نقول لكم مرحب بيكم انتوما والف مرحب بيكم إلا كنتي أول مرة كتزوريني فما تنسيش تشتركي في القناة ما تنسيش أيضا تفعلي زي الجرس أيضا تخلي لي تعليقاتك اقتراحاتك استفساراتك الأسئلة ديالك وكل ما كتعلق بيك خلي لي في الكومنت أو لفتعليقات أو لفتعليقات خلي لي شنو يتوفي إن شاء الله في فيديوهات المقبلة وخليوا لي أن لنا البنات وصفاتكم طبيعية لعلاج السعال أو الكحة خليوا لي في التعليقات ووصفاتكم طبيعية شنو كتستخدمو في هذه الوقت يعني هذه الوصفة الحمد لله مجربة مني شخصيا مجربة من الأم ديالي وكن استخدمها حتى الإبنة ديالي وخيب صار في سن صغيرة ولكن كنت استخدمها لها فهي آمنة حتى على الوليدة الصغر أو الأطفال الصغر إلا عندك وليد أو إلا ابنتها اللي هم في العمر صغير وتيعنوا من هاد الكحة ومن هاد المشاكل هادوف هاد الفترة هادي فا استخدمي لي هاد المصفرة هزوين وما نافع الحمد لله كتير ومتعددة وآمينة آمينة للكبر ولا الصغر أهم حاجة الوصفة تكون آمينة لا يكونوا فيها أشياء اللي قدروا يسببون لنا مشاكل أو يعالجوا أشياء ويعطونا أشياء أو مشاكل أخرى فكما قلنا غادي نستخدمون شاء الله الجزر وخليوا لنا الاسم ديال هاد الخضرة ليه الجزر أو لا خيزو أشياء كاملة بزفزف ديما تكون حضرة الحمد لله فا ااا ما نطبعوا شيئ لكم كتير كتير من هكدا ومشوا باش نتعرفوه الا من المكونات وكما قلنا قلينا عنها ستحتاجوا خيزو لجزراء تكون مزيانة ستحتاجوا معي ان شاء الله الثاني مكونات له هو الزعتر يكون مطحون لن يكون مطحون قع بزف وإنما المهم بتحني في الخلات الكهربائي ستحتاجوا معي ان شاء الله أيضا إلى زنجبيل بودرة ستحتاج معي ان شاء الله الآخر مكوين في هذه الوصفة هو معي القادية العسل سواء عسل النحل الحر أكيد سيكون أفضل لأنه غير عسل النحل الحر لبناء ترى في حداتهم مفيد لعلاج الكحة ولعلاج السعال ولعلاج يعني عدة أمراض إذا لديك العسل الحر استخدامه في هذه الوصفة سيكون أفضل عندك العسل الطبيعي استخدامه في هذه الوصفة سيكون حتوى ممتاز ما عندك العسل الحر لعسل الطبيعي استخدامه غير عسل السكر كآخر اختيار لك في هذه الوصفة سوف ندوز معكم لطريقة التحضير أكيد فبسم الله على بركة الله والحاجة سوف نبدأ بعدها هي خزة والجزر سوف نأخذ واحد الإناء والوحة البول سوف نأخذ هذه الغزوه سوف ننجرها كما كان نعملوها كيد سوف نستخدمها كاملة سوف ننجر غير نصف سوف ننجر غير نصف سوف نستخدمه في عدة وصفات أخرى لأن الجزر الحمد لله مفيد للشعر مفيد العينين سوف نقوم بعملوها وصفة الأعين لأنهم بزافة ناس يسولوني على وصفات لتحسين نظر بواسطة الخضر أو بواسطة الفواكه أشياء التي تكون فعلا فعلا عندها فوائد وعندها مزايا سوف نقوم بعملوها سوف نقوم بحضر لأنهم سوف спإم العينين سوف ننجر سوف نقوم بحضر نقوم بحضر نقوم بحضر فهذا هو النصف اللي اخديس انا هنا يدي الجزر ونخذ حكاكة رقيقة ونحكب فيها هذا الخيز طريقة سهلة من الاحسنة لحكاكة هذه البنات لأنها تحكي ضغية وكتخلي لنا اي فاكهة ولا اي خضراء كتخلي لنا فيها المبزة كما تلاحظوا كمية 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 الزعطار كمية الزعطار نضيف 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 كمية الزعطار